أنا أعتقد الأكثر إيجابية في المشهد السياسي العراقي الأكثر إيجابية والأكثر جدية في إيجاد حلول الإشكاليات بطريقة الحوار بشكل مدني هم قادة الإقليم وهذا ما أثبتته العيام حتى الأحداث الأخيرة في كاركوك أنظر كيف كان رد الفعل هنا على مستوى الإقليم رد فعل هادي وحكيم على عكس ما حصل في كاركوك لكن بودي أيضا من باب الثناء على الزميل الدكتور أحمد أتذكر في 2006 كنت في جامعة أنقرة وتحديدا في كلية العلوم السياسية وكان الحديث عن الدستور العراقي وتحديدا كان هناك سؤال عن المادة 140 ذكرت الدكتور روان وأعتقد كان في حينها عميدة هذه الكلية قالت ما نخشاه أن تركيا وإيران لن تسمح لا بتطبيق الفيدرالية في العراق وستضع عراقيل كثيرة بل ولن تسمح حتى بتطبيق المادة 140 ضحكت وقلت عن طريق كيف نحن غادرنا هذه الحقبة من التعامل الدولي قالت عن طريق أذرعها التورانية الجديدة التركية والميليشيات الإيرانية هذا الكلام في 2005 أو 2006 ماكو أذرع بالأقليم الميليشيات قد تطورت وتنمرت ترجمة نانسي قنقر